خمس سنوات فقط فترة كانت كفيلة لتصير تركيا باقتصادها تابعة للنظام القطري بعدما استهوت أردوغان فكرة الاعتماد على قرينه القطري في التخفيف من معاناة حكومته ورأ بصدع أزمات بلاده الاقتصادية فراح يعرض وإن شئت فقل يبيع ما لا يملك لمن لا يستحق حتى وإن كان الثمن بيع أحد مصانع صفائح الدبابات ببلاده للدوحة فالنائب البرلماني علي ماهر بشرير أثار ضجة كبيرة عندما وضع أمام البرلمان والإعلام التركي قضية بيع مصنع تانك بالت العسكري لصالح قطر مؤخرا مشيرا إلى أنها المرة الأولى في تاريخ الجمهورية التي يتم خلالها بيع الجيش لصالح قطر وهو ما أثار حنق الشارع التركي على حزب العدالة والتنمية خاصة بعد تصريحات زعيم المعارضة كمال كاليقدار أغلو الذي اتهم أردوغان صراحة بالخيانة ليخرج بعدها أردوغان متبجحا بإعلان حناقه من الأمر لدرجة قيامه برفع دعوة قضائية ضد كاليقدار أغلو للمطالبة بتعويض قيمته 500 ألف ليرة تركية درجة التبقح تلك بلغت زروتها بعدما وقع صندوق الثروة السيادي التركي وجهاز قطر للاستثمار اتفاقية لبايع حصة بنسبة 10% من أسهم برصة اسطنبول للدوحة في خطوة فجرت الاستياء من جديد وأثارت ردود فعل غاضبة خصوصا من المعارضة التي اتهمت الروابط الاقتصادية بين عنقرة والدوحة بأنها تنطوي على دوافع سياسية وتفتقر إلى الشفافية كما أنهم يواجهون شكوكا بشأن حقيقة استثمارات قطر في بلادهم وتشمل الصفقات الأخيرة التي تم الإعلان عنها خلال زيارة الأمير تميم إلى أنقرة في 26 من نوفمبر الماضي وتمثلت في شراء صندوق قطر السيادي نسبة 58% من مركز أستينيا بارك التجاري بمبلغ 1 مليار دولار حيث يعد المركز أحد أهم المراكز التجارية في اسطنبول الذي كان يمتلك الجهاز القطري فيه سابقا نسبة 42% من أسهمه ليصبح المركز التجاري بعد الاجتماع الأخير مملوكا لجهاز قطر للاستثمار بالكامل بنسبة 100% بيع الدولة القطرية لم يتوقفها هنا فثمت صفقة أخرى أسهمت في صناعة حالة الجدل والاحتقان الواسعة بداخل تركيا تمثلت في استحواد شركة إدارة الموانئ القطرية على الشركة القائمة بإدارة ميناء الشرق الأوسط التجاري في مدينة أنطاليا التركية المطلة على البحر المتوسط وبالغت قيمة الصفقة نحو 140 مليون دولار لتصل بذلك استثمارات البلد الذي يبلغ 1.5% فقط من مساحة تركيا إلى 15% هناك إلا أن الدعم القطري يأتي ضمن عملية المساندة التي تقدمها الدوحة لحليفتها الأهم بالمنطقة في وقت يمر به الاقتصاد التركي بأزمة اقتصادية كبيرة وأزمة مالية أكبر تهدد على نحو كبير عرش حكم أردغان ومشروعهم المشترك بشكل مباشر ترجمة نانسي قنقر